توفي حمد راشد النصف في مثل هذا اليوم الموافق الخامس عشر من يوليو من عام الف وتسعمائة وستة وثمانين ولد عام الف وتسعمائة وسبعة وتعلم عند الكتاتيب ولم يمضي في قطار التعليم إلا سنوات قليلة فقد استهواه البحر الذي كانت أسرة النصف تكسب رزقها بتجارته دخل البحر وهوى ابن الحادية عشر عاما في عام الف وتسعمائة وثلاثين شهدت الكويت ميلاد دائرة للبلدية كأول دائرة في البلاد وفي ذلك العام ترك المرحوم حمد النصف مهنة الطواشة للعمل في البلدية وتدرج في وظائفها حتى عام الف وتسعمائة واثنين واربعين حيث استقال وسافر إلى الهند للعمل في التجارة بين الكويت والهند واستمر لمدة عامين بعدها ترك هذه المهنة بسبب كساد التجارة عام الف وتسعمائة وستة وخمسين التحق بالعمل في شركة مياه الكويت حيث تم تعينه مديرا لها وكانت شركة أهلية تجلب المياه بالسفن من شط العرب إلى الكويت وتبيعه للأهالي بسعر آنتين للتنك الواحدة عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين افتتحت محطة تقطير المياه بالشويخ وتم الاستغناء عن سفن الشركة نهائيا استمر حمد النصف في عمله بالمياه بوزارة الكهرباء والماء وصدر مرسوم أميري عام الف وتسعمائة واثنين وستين يقضي بتعينه وكيلا مساعدا بالوزارة وكان مسؤولا عن شؤون المستهلكين وبقي في هذا المنصب إلى فبراير من عام الف وتسعمائة وتسعة وستين حيث طلب إحالته للتقاعد اشتركوا في القناة